التفاؤل وحده لا يكفي والحديث مجانا لا يكلف السياسيين مالا وجهدا فلم يتبقى سوى القليل ويصحى المواطن على انتخابات مصيرية تغير من وضعه الحالي والذي يبحث عن الأفعال قبل الأقوال وعن حس وطني ينتشله ومدينته من الأوضاع المتهالكة إن شاء الله متفاعلين ولكن نريد الكلام يكون مطابق لما هو معلن يعني شوف المدينة هاي الوضع الماساوي ياريت يكون نفس وطني حقيقي يعني اندفاع عمار المدينة بتخصيص الأموال والدرجات الوظيفية الجبهة العراقية البرلمانية بقيادة أسامة النجيفي أعلنت في الخامس والعشرين من شهر اكتوبر الماضي عن تشكيل جبهة جديدة تضم 35 نائبا سنيا من قوى سياسية مختلفة تهدف وبحسب إعلانها إلى توحيد المواقف السنية الأمر الذي جوبها بالرفض والسخرية من قبل نشطاء سياسيين داخل المدينة ثمان دوائر انتخابية وزعت بعموم محافظة نينوى تم التصويت عليها من قبل البرلمان العراقي التوزيع الذي اعتبره البعض بالمجحف بحق مدينة الموصل ولعبة لصالح الكتل السياسية الكبيرة المهيمنة على المحافظة اليوم عندما صوت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية في محافظة نينوى ومدينة الموصل بالذات محافظة نينوى تم توزيعها إلى ثمان دوائر انتخابية أما مدينة الموصل هنا أغبنت حقيقة في هذا التوزيع وما هذه إلا هي لعبة لعبة حقيقية من قبل الكتل اليوم ستكون هناك صراعات كبيرة على المقاعد البرلمانية التي ستحصل عليها الكتل الكبيرة التي عملت على أن تكون هكذا هي الدوائر الانتخابية من الموصل شعد منصور التغيير الفضائي ترجمة نانسي قنقر